بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله الآن نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة شرح أسئلة القبر أذر أمي بسم الله الرحمن الرحيم أذر بس 3. بلو كجدتك 3 نيجزين بيان دمازة تسأل في القبر عمال أول سؤال تسأل عنه في القبر قبر أتسأل في القبر من ربك؟ من ربك؟ لماذا تجيب؟ إذا لم تتعلم الإجابة الآن وتعمل بها وتدعو إليها وتصبر لا يمكن أن تجيب في القبول إذا لم تتعلم الإجابة عن هذا السؤال ونعلم الناس إذا لم تتعلم الإجابة ونعلم الناس إذا لم تتعلم الإجابة إذا مدلافا تربية للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة حتى نتربى في الباطن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا يعرف أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى وأن أعبد الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أنه اب أنت صلى الله منهمPor المبيضيقك ول님�nnنا وأبع تبعملني لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى من 360 المبيضان من صوبة الصلاة tuviese الله سبحانه وتعالى لا يعرف أن الأدلا في صنا مخلوق البحيس إذن العبادة حق لله لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة ولا يسيرا لغير الله لو مرة واحدة في حياته سجد لغير الله ركع لغير الله طاف بالقبوغ لبح للجن هذا مشرك شرك أكبر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء حتى يتوب ولكن أخواننا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليك نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل الحكم على العمل من جيدة موجود أن تتعلم الحكم على الفعل لحكم على العمل فلان من الناس كافر فلان من الناس ضع فلان من الناس مبتدح هذا ليس لأن هذا الكبار العلماء هذا للمحاكم للقضاء الشرعيين قام بسهارة الطمسة الزاق رویان للتوارد مجھل معانا لابد من همان بشترت حسنا اللتوار بسهارة اضافة لا 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 إذاً خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليك. كيف خروج إنسان من الدين بالكلية نقدر عليك؟ لا. إذاً لابد أن نعرف العبادات حتى نصرفها لله سبحانه وتعالى. نعم. 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 من العبادات الدعاء؟ عبادات الدعاء الدعاء القسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسأل. عبادة الدعاء القلنا تصرف لغير الله شركك بار. من صلح ، صلح ، حج ، غير الله شركك بار. نعم. نعم. الثاني دعاء مسأل. دعاء طلب. هذا القسم إلى قسمين. فيما لا يقدر عليك الله صرف والغير الله شركك بار. هذا القسم إلى دعاء للرجود. هذا القسم إلى عبادة. وكذلك يتصلك الله في القسم إلى قسمينة كبر ومقرطة نفسك يسولون. هذا القسم إلى قسم من يطلب منه الرزق أو إنزاء الغيف. لهي نحن ما يحقق على قسمينه. إن كل عامة في قبر لا يمكن للنسبة للفعل فكرة شرطة الرضي أبداع بشهر فعلن كل عامة جميعا يتبقى طلب من حي لا من مييت لتبقى طلب يتبقى طلب من حي لا من مييت فقط من أن يكن الطلب من قادر لا من عاجز ، لابد أعتقد أن هذا المسبب لا يضر ولا ينفع المترجم للإبادة جبال منافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى نوعيد مرة أخرى الدعاء قسم إلى قسمين دعاء عبادة و دعاء مسأل دعاء العبادة الصرف الغير الله شركة كبر الدعاء المسأل طلبين قسم إلى قسمين فيما لا يقدير عليه الله صرف الغير الله شركة كبر دعاء القلبة صرف الغير الله شركة كبر الدعاء القلبة و دعاء الله سبحانه وتعالى الدعاء الله سبحانه وتعالى يصح بشروط أربعة حي حاضر قادر أعتقد أنه سبب مثل الدعاء الاستعال أعني على حمل هذه الطاولة هل يصح هذا أو لا ننظر إذا توفرت هذه الشروط أربعة يصح مثلا هذا غريق في البحر وينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أغثني هل يصح هذا أو لا حسنا 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 إذا توفرت هذه الشروط أربعة صحوة إلا كان من الشركة حسنا 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 نعم انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أكسار ويأتي ويأتي حسنا ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب شرعية مثل الرقية وحسنا لديه عالم في البطن فما ذي أصنع أخذ شيء من العشاب أخذ دوا وشرب هذا السبب محسوس أو أخذ يقرأ على بطن الفاتح هذا السبب شرعية نعم الثاني بعض الناس يضع على البيت على السيارة ما يعلق على الأولاد اشياء منها وكما يتحدث اشياء منها وكما يتحدث منها وكما يتحدث أشياء منها محسوس وكما يتحدث هذا تيسى الجبل ذكر الماعز الذي يعيش في الجبل نعم هكذا أصب أكبر الأسد يقوم بحفة يسير وحفة يسير رأس يسير 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 أو بعض الأشياء أو بعض القطع من الميتات من الحيوانات الميتة أو بعض الأشياء يأتي بها من البحر يضعها عند البيت لماذا تضع هذه الأشياء قال لأن الله سبحانه الله يجعلها أسبابا لدفع العين نقول هذا الشرك أصغر لأنك تعتقد وتجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب الله لم يجعلها أسباب لدفع العين هذا القسم الثاني وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع الجن تنفع وتضر بذاتها هذا الشرك الأكبر وإذا كان لديك أصغر فإذا كان لديك أصغر فإذا كان لديك أصغر فإذا كان لديك أكثر فإذا كان لديك أصغر ثاني لديك أصغر لديك أصغر لديك أصغر لديك أصغر لديك أصغر لديك أصغر وعندنا ذبح جائز يا ذبح حتى يأكل يا ذبح لأنه جساء يا بيع اللحم جائز وعندنا خوف لا يمكن أن يصرف الله للأصرف وغير الله شركة أكبر لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وإخفر وإذن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وإخفر الله سبحانه وتعالى يطلع على السراع بالنسبة لأن الله سبحانه وتعالى يطلع الدور عندنا خوف طبيعي جائز يخاف من الوصوص يخاف من الطاعة الطريق يخاف من الاسد يخاف من النام جائز عندنا خوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى طاعة المخلوق في معسة الخالق ببعض الأبعضاء يخاف من الطريق أحد يخاف من الطاعة إننا بهذه الطاعة فإنهات التنبysz من الطاعة لإخطارتها فإنهات التصوير من المشاكل أيضا فخصيا جاء الله وقوه إليه وقوه إليه المهم أن نعلم أن العبادات لا يمكن أن أن تصرف الله ولا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله وإلا كان هذا هو الشرك الأكبر المخريف من الملك